شكري والمناصق الأممي الخاص في لبنان يؤكداني على أهمية الاستمرار بدعم بيروت خلال المرحلة الحالية ومصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي أحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالسعودية واشنطن تعلن بشكل أحادي إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران وإيران تهدد برد حاسم ساعة إخبارية جديدة أهلا بكم أكد وزير الخارجية سامح شكري على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان وأهمية مواصلات تقديم المساندة والدعم اللازمعين للمساهمة في تجاوز لبنان لأزمته الرهنة معربا عن استقاف قدرة الشعب اللبناني الشقيق على تخطي تلك المرحلة ومواجهة التحديات التي فرضها انفجار مرفأ بيروت جاء ذلك خلال اللقاء شكري والمنصق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكو بيتش حيث أكد وزير الخارجية على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبنانية والنقيمه عن مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة وذلك عبر الإسراء في تشكيل حكومة على الأسس الدستورية أعلنت وزيرة والصحة والسكانة دكتورة هالة زايد عن إرسال وفد طبي إلى دولة تشاد في إطار متابعة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفراقي من فيروس تي وبدأ الوفد زيارته لتفقد أماكن مسح فيروس تي للمواطنين بالعاصمة إنجامينة والتي تضم عشرين نقطة لمسح المواطنين تشاديين للكشف عن فيروس تي كما تفقد الوفد مركز التقييم وطلق العلاق بالمستشفى المرجعي بنجامينة مشيرا إلى أنه تم تجهيز مركز آخر في مدينة موندو بجنوب البلاد كخطوة أولى لبدء عمليات المسح والعلاج خارج العاصمة استقبلت الأمنة العامة لمجلس الشيوخ اليوم عددا من النواب الجدد لاستخراج بطاقات العضوية وتسلم مستلزمات النواب الجدد وأعرب النواب الجدد عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم من قبل الأمانة العامة مؤكدين أن مجلس الشيوخ سيساهم بشكل كبير في وضع السياسة العامة للدولة وسيثري الحياة البرلمانية لما يتمتع به من تنوع في الخبرات والقدرات أدانت مصر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالسعودية مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات مؤكدة تضامنها مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة موطنيها من جهة أخرى اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل 14 قياديا من قيادتها الميدانية البرزة في اشتباكات مع الجيش الوطني اليمنية وقبائل مراد بمحافظة مارب يواصل الجيش الوطني اليمني انتصاراته في مناطق متفارقة بالبلاد حيث اعترفت ميليشيا الحوثي القلبية بمقتل 14 قياديا من قيادتها الميدانية البرزة في جبهة القتال بنيران قوات الجيش وقبائل مراد بمحافظة مارب تزامنا تمكنت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي من تحرير عدة مناطق في جبهات مديريات رحبة وجب المراد جنوب المحافظة في السياق الذاته كشف وزير الإعلام اليمني معمر إرياني عن إلقاء القبض على خلية حسية لتهريب الأسلحة الإيرانية مشيرا إلى اعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري وأكد الإرياني في مجموعة تغريدات أن إلقاء القبض على الخلية دالي لندامغ على تورط إيران في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم الميليشيات الحسية لتنفيذ أجندتها في المنطقة في غضون ذلك أعلنت السعودية إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط غذيفة أطلقتها ميليشي الحسي على مدينة جازان حدودية مع اليمن أصفرت عن تضارر عدد من المركبات المدنية وكثف الحسيون هجماتهم ضد المملكة في الأشهر الأخيرة مستهدفين بشكل أساسي المحافظات الجنوبية على طول الحدود الطويلة بين البلدين هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني برد ساحق على ما وصفه بالبلطقة الأمريكية ودعت إيران دول العالم إلى توحيد صفوفها في مواجهة تحركات الولايات المتحدة بعدما أعلنت واشنطن من طرف واحد إعادة تفعيل العقوبات الأممية عليها في خطوة قد تهدد برفع منسوب التوتر دوليان أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد أن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران دخلت حيز التنفيذ مجددا وأن حضر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي أجله في منتصف أكتوبر المقبلة محذرة من عواقب ستطال من يخالف تلك العقوبات أو يحاول اخترقها وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى أن إعادة فرض العقوبات على إيران تتم بموجب آلية سناب باك بشأن الاتفاق الخاص بالبرنامج نوي الإيراني والتي تتيح بحسب الولايات المتحدة لأي دولة موقع على الاتفاق إعادة تفعيل هذه العقوبات في حالة إخلال طهران بالتزاماتها ضمن الاتفاق الموقع عام 2015 ومن المتوقع أن يتطرق رئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفاصيل الإجراءات التي ستتخذها بلاده ضد منتهك العقوبات خلال خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثة لكن واشنطن تبدو وحيدة تقريبا في موقفها إزاء مسألة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذ أن 13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمنة أعلنت معرضتها لتحركات واشنطن حيث تعتبرها باطلة بالنظر إلى أنها تستخدم فيها بندا من داخل الاتفاق النووي الذي لم تعد طرفا فيها في المقابل دعت إيران دول العالم إلى توحيد صفوفها في مواجهة تحركات الولايات المتحدة التي وصفتها بالمتهورة كما وصفت طهران واشنطن بالمعزولة أمام موقف الأطراف الدولية الأخرى كما أدانت روسيا إعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب مشيرة إلى أن هذه الخطوة غير شرعية وغير مقبولة ولا يمكن أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للدول الأخرى أعلنت وزارة الصحة عن خروج 708 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تمام شفائهما ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 88.666 حالة وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثابتت إيجابية تحالي لها للفيروس ووفات 17 حالة جديدة السبتة وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 101.900 حالة إصابة و5750 حالة وفاة أقرت منظمة الصحة العالمية بارتقولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى وقد أقرت المنظمة البرتقولة بالشراكة مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفاوضية التحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية وقال المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية في بيان لها إنه إذا تبينت سلامة وفاعلية أحد منتجات الطب التقليدي فإن منظمة الصحة ستوصي به من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى نطاق وسع ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى نحو 31 مليون إصابة بينما تجاوزت حالات الوفاة 961 ألف حالة منذ بدء ظهور الوباء في الصين في ديسمبر الماضي وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 86740 ألف إصابة إضافة إلى أكثر من 198 ألف حالة وفاة تليها الهند من حيث عدد المصابين أعلنت بريطانيا عن تدابير جديد صارمة لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا تشمل فرض غرامات على الأشخاص الذين يخالفون إجراءات الحجر الصحية وحذر وزير الصحة مات هانكوك من مغبة عدم للتزام بالإجراءات الاحترازية مما قد يضطر السلطات إلى فرض إغلاق كامل إذا لازم الأمر خوفا من موجة ثانية نوباء كورونا على غرار ما يحدث في دول أوروبية أخرى فرضت الحكومة بريطانية إجراءات جديدة صارمة تشمل فرض غرامات كبيرة تصل إلى نحو 13 ألف دولار على الأشخاص الذين يخالفون إجراءات الحجر الصحي وزير الصحة بريطاني مات هانكوك حذر من مغبة عدم الالتزام بتلك الإجراءات ما قد يضطر سلطات الصحية إلى فرض إغلاق كامل إذا لازم الأمر تواجه البلاد نقطة حاسمة خيارنا الوحيد هو إما أن يلتزم الجميع بالتعليمات أو فرض تدابير أكثر ونحن لا نريد أن نرى مزيدا من إجراءات العزل أو تدابير أكثر صرامة لكن للأسف إذا لم يلتزم الجميع بالتعليمات التي تفرضها الحكومة سيتفشى المرض تلك الإجراءات لقت استهجانا من البعض نتيجة تأثرهم بالسلب والسقوط في دوامة الديون لن أستطيع سداد أقصات الرهن العقارية وغيرها من الفواتير ولا تتعين علي سدادها وسأتخلف عن سداد وكذلك العملات الأخرى مثل بطاقات الاعتمان والكرود ويطلب حاليا من الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19 أو كانت نتيجة فحصيم إيجابية التزام الحجر الصحي لمدة عشرة أيام أما الذين يعيشون مع أشخاص ظهرت عليهم أعراض أو كانت نتيجة فحصيم إيجابية فيتوجب عليهم حجر أنفسهم 14 يوما وتلزم الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيث التنفيذ في 28 من الشهر الجاري تلزم أشخاص بالعزل الذاتي إذا ثابتت إصابتهم بالفيروس أو تم تتبعهم على أنهم على اتصال وثيخ بمصابين وبلغ إجمال عزل الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا نحو 42 ألفا وهي أسوأ حصيلة في أوروبا تظاهر سكان العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجمع المتظاهرون في أنحاء المدينة مرددين هتافات تندقد الإجراءات السارمة التي فرضتها مدريد والتي تعد البؤرة الوبائية في إسبانيا وقيدت فيها التنقلات على نحو 13% من سكانها بهدف الحد من تفشي الفيروس وطبقا للإجراءات لن يكون بمقدور سكان بعض أحياء العاصمة التي تفشى فيها الوباء من مغادرة منزلهم اعتبارا من الاثنين سوى للذهاب إلى العمل وزيارة الطبيب أو استحاب أولادهم إلى المدارس سجلت الهند 92605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك مجمل إصابتها إلى 5 ملايين وأربعمائة ألف حالة وأضافت وزارة الصحة في بيان لها أن 1113 شخصا توف جراء الإصابة بكوفيد ناينتين مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 86752 حالة وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا في العالم منذ أوائل أغسطس بعد الولايات المتحدة بينما تعد حصيلة الوفيات جراء كوفيد ناينتين منخفضة نسبيا إذ يبلغ معدلها 61 من 10% في مقابل الإصابات أعلنت روسيا اليوم التسجيل 6148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ثاني يوم على التوالي تزيد فيه الأعداد اليومية المسجلة عن 6 ألاف وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من مليون ومئة ألف حالة كما تم تسجيل 79 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي الرسمي للوفيات إلى أكثر من 19 ألف وأربعمائة حالة وفاة في رومانيا تظاهر عدة مئات بينهم الكثير من الأسر التي استحبت أطفالها للاحتجاج على الإجراءات التي فرضتها الحكومة لكبح جماح تفشي فيروس كورونا خاصة لاستخدام الإجباري للكمامات الوجهة في المدارسة هو احتجاج لكنه ليس ضد السلطات بل احتجاج على فوبيا الخوف التي رسخها فيروس كورونا في نفوس الجميع مواطنين وسلطة عدة مئات من أبناء رومانيا بينهم الكثير من الأسر التي استحبت أطفالها للاحتجاج على الإجراءات التي فرضتها الحكومة لكبح جماح تفشي فيروس كورونا خاصة التباعد الاجتماعي والاستخدام الإجباري لكمامات الوجهة في المدارس رومانيا شأنها شأن باقي بلدان دول أوروبا تشهد تزايدا حادا في أعداد المصابين في الآوينة الأخيرة إذ سجلت رقما قياسيا في الإصابات اليومية بلغ 1713 حالة رومانيا سجلت إجمالا 111550 حالة بكوفيد-19 و4400 وحالتين للوفاة نجتمع هنا للاحتجاج على فكرة تحدثت عنها وسائل وإعلام ومعلومات رسمية حقيقة أن المخاوف من المرض حل محلها مرض الخوف أنا مع فكرة أن يتحدث الناس بحرية وأن يتشاركوا آراءهم في أي موقف وبدأ نحو مليونين وثمانمائة ألف طفل في رومانيا عامهم الدراسي ودراسة تجريف الفصول وعبر الإنترنت في نفس الوقت حسب حدة تفشي الجائحة في كل منطقة المحتجون في ساحة جامعة بوخارست رددوا عبارات مناهضة للحكومة مشبهين إجراءات مكافحة الجائحة بإجراءات كان يفرضها النظام النازي على الرغم من عودة تفشي فيروس كورونا في أوروبا يدلي الإيطاليون بأصواتهم على مدار يومين في استفتاء سيقرر ما إذا كان سيتم تخفيض عدد الأعضاء المنتخبين في البرلمان أم لا كما يصوت الناخبون أيضا في انتخابات محلية في مناظق وبلدات مختلفة في جميع أنحاء البلاد على الرغم مما تعانيه أوروبا بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا يدلي الإيطاليون بأصواتهم على مدى يومين في استفتاء بشأن تقليص عدد أعضاء برلمان البلاد بواقع الثلثة وذلك تزامنا مع انتخابات محلية في سبعة أقاليم ونحو ألف مدينة لقد صوتت بنعم في رأيي اليوم ستصوت الأغلبية بنعم لأننا سيمنا إطعام هؤلاء من الأفضل أن يبقوا في المنزل وأرجعت عملية الاقتراع التي كانت مقررتين في أواخر مارس مرات عدة بسبب وباء كوفيد 19 الذي أودى بحياة قرابة 36 ألف شخص في شبه الجزيرة قررت الحكومة إجراء الاقتراع على مدى يومين لتجنب التجمعات لقد صوتت بله لأن هذا في رأيي ليس إصلاحا منظما بشكل جيد حتى لو كنت أرغب في رؤية انخفاض في عدد البرلمانيين فهذه ليست الطريقة للقيام بذلك في رأيي وللمرة الأولى سيتمتع الناخبون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بإمكانية الوصول التفضيلية وسيتم توجيههم إلى مقدمة أي خط بواسطة متطوعين من وكالة الحماية المدنية الإيطالية ومن المتوقع أن يفوز حاكم فينيتو لوكا زايا من حزب الرابط اليمينية بثالث ولاياته بسهولة بعدما سعد فينيتو على تجنب تبعات الوباء من خلال الاختبارات المستهدفة في وقت مبكر والبروتوكولات التي خففت الضغط عن أجنحة العناية المركزة ففي المنطقة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين شخصة وتتركز حول البندقية بلغ عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس أكثر من ألفين مقارنة بنحو سبعة عشر ألفا في لومباردي مركز الوباء في إيطاليا ويبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة وتعتبر المنافسات الأخرى بمثابة اختبار لقوة المعرضة اليمينية بقيادة زعيم العصبة ماتيو سالفيني ضد الأحزاب الحاكمة لحركة الخمس نجومة والحزب الديمقراطية ومن المتوقع أن تجرى المنافسة الأصعب في توسكانا حيث يراهن سالفيني على قدرة مرشحة على طرد الحزب الديمقراطية من معقل اليسار تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي سريعا في تعيين خلفا للقاضية روس باد جنسبورغ عميدة قضاة المحكمة العليا التي توفيت الجمعة مرجحة من اختيار امرأة للمنصبة خلافة عميدة المحكمة العليا الأمريكية تزيد من سخونة الحملة الانتخابية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن بعد أزمة كورونا وتداعيتها وتوفيت روس بادر جنسبورغ التي تعد أيقونة تيار اليسار يوم الجمعة الماضي ترامب كشف عزمه التحرك سريعا في تسمية بديل لها مشيرا إلى أن تسمية قضاة المحكمة العليا هو أهم قرار ينتخب من أجله الرئيس كانت سيدة رائعة عاشت حياة رائعة أنا في الحقيقة حزين لسماع ذلك وأثارت وفاتها موجة من الحزن في البلاد وقلقا في صفوف الديمقراطيين إذ إن وصول قاضي يعينه ترامب سيجعل المحكمة في قبضة المحافظين لمدة طويلة وقبل ستة أسابيع على موعد الاستحقاق الانتخابي وجه بايدن تحذيرا لترامب من تعيين خليفة لها قبل انتخابات الرئاسة بوضوح يجب على الناخبين أن يختاروا الرئيس والرئيس يختار القاضي كي ينظر بشأنه مجلس الشيوخ هذا كان موقف مجلس الشيوخ الجمهوري عام 2016 قبل حوالي عشرة أشهر من إجراء الانتخابات ويتعين على مجلس الشيوخ الآن أن يتخذ هذا الموقف حيث لم يتبق على الانتخابات إلا ستة وأربعون يوما وكان ترامب أعلن الشهر الماضي أنه لن يتردد في تعيين قاضي بالمحكمة العليا حتى قبل وقت قصير من الانتخابات وبموجب الدستور يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه وتمتلك المحكمة العليا الأمريكية كلمة الفصل في كل القضايا الاجتماعية الكبرى وللمحكمة أيضا الكلمة الفصل في النزاعات الانتخابية على غرار ما حدث في انتخابات عام 2000 التي انتهت بفوز جورج بوش الأبن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق المبدئي الذي يمكن أن يتيح لشركتي وولمارت وأوراكل إبراما شركة تقنية في الولايات المتحدة مع تيك توك بالرائع وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من تنزيل تطبيق تسجيلات الفيديو القصير الصيني على خلفية اعتباره تهديدا للأمن القومي بعد أن بلغ الجدال الأمريكي الصيني مجال تكنولوجيا المعلومات دخل تطبيق تيك توك الصيني حلبة الصراع بين توجس أمني تثيره الولايات المتحدة من تداول مقاطع مصورة لمواطنيها خارج البلاد ونفوذ تكنولوجي ترفض بكين التفريط فيه وقبل ساعات قليلة من دخول قرار الإدارة الأمريكية حظر تحميل تيك توك حيز التنفيذ أمهلت واشنطن إدارة التطبيق نحو أسبوع لإفساح المجال أمام إتمام التطبيق غير المرغوب فيه أمريكية لصفقة مع شركة أوركل لتكون المزودة التقنية له في الولايات المتحدة وشركة ولمارت لتكون الشركة التجارية لدينا أخبار هامة بشأن تطبيق تيك توك نجري مفاوضات مع أوركل وشركة ولمارت الأمريكية الكبيرة لضمان تحقيق الأمان بالنسبة 100% وسيوفر ذلك 5 مليارات دولار سيتم توجيهها للتعليم سنرى ما إذا كانت ستتم هذه الصفقة من عدمه ولكن من حيث الموضوع أعتقد أنها ستكون أكبر صفقة لأمريكا سيتم من خلالها توفير 25 ألف فرصة عمل على الأقل لقد بركت الصفقة فإذا تمت سيكون أمرا عظيما لقي اتفاق الشراكة المبدئية ترحيبا من تطبيق تيك توك الذي اعتبر الاتفاق سبيلا لتهديئة المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية في مقابل بقاء التطبيق الصيني متاحا أمام المواطن الأمريكي ويشكل التهديد الأمريكي بحضر تطبيق تيك توك الصيني اختبارا لمدى استمرار برامج التعبير الشخصي على شبكة المعلومات الدولية في عالم تجاوز فيه الإنترنت حواجز الحدود واعتبارات الأمن القومي في تايلند شارك الألاف في مسيرة بالعاصمة بانكوك اليوم في تحدي صريح للملكية وذلك لعرض مطالب منها الدعوة إلى إصلاحات تجبح سلطات ملك البلاد مهافاجير ألونكورد ويطالب المتظاهرون بمزيد من الديمقراطية أو بتنحي رئيس الوزراء برايتشان أوتشا وبدأت الاحتجاجات في التنامي في تايلند منذ منتصف يوليو للمطالبة بتنحي الحكومة وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات في تحدي صريح للملكية شارك ألاف التايلنديين في مسيرة بالعاصمة بانكوك وذلك لعرض مطالب منها الدعوة إلى إصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد مهافاجير لانكورن وزادت جرأة المحتجين خلال شهرين من الاحتجاجات ضد القصر والحكومة التي يهيمن عليها الجيش وكسر المحتجون بذلك حاجز انتقاد الملكية الذي كان من الموضوعات المحظورة والذي يجارمه القانون في البلاد وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تراوح بين ثلاث إلى خمسة عشر عاما والملك الذي يقضي كثيرا من وقتي في أوروبا غير موجود في تايلند حاليا فيما اعترض مئات من أفراد الشرطة غير المسلحين طريق المسيرة بحواجز طرق مصممة للسيطرة على الحشود وأعلن قادة الاحتجاج أن جهودهم تكللت بالنجاح إثر تسليمهم خطابا يتضمن مطالبهم للشرطة ويطالب المتظاهرون بإصلاح الملكية وإيقالة رئيس الوزراء برايو تشان أوتشا الذي قد انقلاب عام 2014 وصيغت دستور جديد وإجراء انتخابات وتم تقديم عشرة مطالب سعيا للحد من سلطات الملكة وفرض ضوابط أكثر سرامة على الشؤون المالية للقصرة والسماح بمناقشة مفتوحة للنظام الملكي شكرا على إظهاركم للموافقة على اقتراحاتنا عندما تحدثت عنها في العاشر من أغسطس لم أكن واثقة من أن هناك من سيوافق عليها ولكن منذ ذلك الحين حتى الآن أقدر أن هناك الكثير من الأشخاص يدعمون ما نقوم به هذا يعني أن اقتراحاتنا هي الطريق لمعالجة المشاكل العميقة وثبت المحتجون لافتا قرب القصر الملكي الكبير في بانكوكا كتب عليها في هذا المكان عبر الشعب عن إرادته هذه البلاد ملك للشعب وليست ملكية للملك كما خدعونا متواصلنا مع حضراتكم ومعنا بعد قليل في الأسبوع السابع على التوالي مظاهرات حشدة في بيلاروسيا احتجاجا على انتخاب الرئيس لوكاشينكو والآن نوقف مع أخبار الاقتصاد مع الزميلة مجدلالي مجدد فتك شكرا لك سحر أهلا بكم مشاهدين نشرتنا الاقتصادية في البانوراما وأهم ما فيها إشهادات دولية متتالية بالاقتصاد المصري بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط تحديات كورونا مرحبا مجددا تتواصل الإشهادات الدولية بالاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالرغم من تحديات انتشار فيروس كورونا وثمنت المؤسسات الدولية برامج الإصلاح النقدي والمالي والتي نجحت في خفض مهم لمعادلة التضخم وتكوين احتياطات دولية كبيرة ومطمئنة من النقد الأجنبي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي وصفه بالناجح مشيرا الى ان الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة نجحت في خفض مهم لمعدلات التضخم وتكوين احتياطات دولية كبيرة ومطمئنة من النقد الاجنبي واورد الصندوق الاممي المعني بتعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ان مصر نجحت في تحقيق تحسن كبير في المؤشرات المالية العامة والدين اهمها تحقيق فائد اولي بالموازنة العامة وفي شهادة ثقة مهمة استطاعت مصر اقناع مؤسسات التصنيف الاقتماني السلاس ستاندرد اند بورز ومودز وفيتش بالابقاء على تصنيفها الاقتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من تبعات ازمة كورونا التي نالت من اقتصاديات العالم اجمع وبحسب مؤسسة جي بي مورغن فان مصر تعد الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية في ظل الجائحة وكالة مودز اكدت ان برنامج الاصلاح الاقتصادي وسياسة البنك المركزي المصري ساعدت اقتصاد مصر في التصدي لتبعات فيروس كورونا القاتل البنك الدولي توقع ان تحتل مصر المركز الاول من الاقتصاديات النامية والخامس عالميا من حيث نسب النمو خلال العام المالي 2019-2020 من جانبها توقعت وكالة فيتش ان يصبح قطاع التشييد والبناء المصري الاعلى قيمة في اسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحلول عام 2029 الجنيه المصري والذي حقق ما كسب امام الدولار الامريكي كان له نصيبا من الشهادات الدولية حيث صنفته وكالة بلومبرغ كثاني افضل العملات اداءا على مستوى العالم خلال عام 2020 وتوقع جولدمان ساكس ان تظل العملة المصرية قوية بدعم من قدرة اقتصاد مصر على جذب المزيد من التدفقات المالية ذكرت الشركة المصرية القابدة للغازات الطبيعية ايجاز انه يتم حاليا الانتهاء من اجراءات التوقيع النهائي على ستة اتفاقيات جديدة باستثمارات تبلغ 731 مليون دولار وبإجمال منح توقيع 14 مليون دولار واكد وزير البترول طريق الملة ان استراتيجية الوزارة نجحت في تسجيل اعلى معدلات لانتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الزاتي من الغاز والعودة للتصدير كما لفت الملة لانه يجرى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز اقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من القدرات المتميزة قال وزير المالية محمد معيت انه تم اقرار تخفيضات جمركية تصل الى 90% على مستلزمات الانتاج كلما زاد المكون المحلي لدعم الصناعة المصرية وذكر الوزير في بيان ان التعديلات الجمركية الاخيرة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل واضف الوزير انه ان تعديل التعريفات الجمركية من شأنه تخفيف الاعباء عن المواطنين مشيرا الى ان القرار يستهدف سد الثغرات التهرب الجمركي واضح معيت ان المجلس الاعلى لتعريفة الجمركية يأخذ بعين الاعتبار اي اقتراح او طلبات بممثل الصناعة المحلية لتعديل اي بنود جمركية لصالح القطاع الصناعي اشتركوا في القناة اعلنت وزيرة تخطيطها للسعيد ان مؤشر جودة الحياة يهدف الى ايجاد اداة تساعد في قياس اثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في اطار مبادرة حياة كريمة واضحت السعيد ان المؤشر يتضمن عشرة مؤشرات فرعية تعبر عن الاحتياجات الاساسية ومعدل تغطية المواطنين بالدعم النقدي وكانت السعيد وفقت على اعتماد استثمارات بنحو اربعة واربعة من عشر مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في اطار المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في تجمعات الريفية الاكثر احتياجا خلال العام المالي الحالي ليتجاوز ما تم تخصصه للمبادرة خلال العام ذاته اكتر من ثماني مليار جنيه اكدت ارقام التبادل التجاري المصري نجح اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول امريكا اللاتينية الميركوسور وتعزيز مكانة مصر في شبكة الاقتصاد العالمي وبمجاب الاتفاقية استطاعت مصر في قدون الاعوام الثلاثة الماضية اعفاء اكثر من الفي منتج من التعريفات الجمركية المفروضة في التجارة بين دول الميركوسور ومصر اشار التقرير نشرته مجلة سياحية المانية كبرى انه يجب وضع مصر على رأس قائمة الدول التي سيتم عفاءها من قيود السفر التي تفرضها المانيا اكبر من اكتوبر وذكرت المجلة انه منذ الاول من اكتوبر تعمل الخارجية الالمانية على التخلي عن تحزيرات السفر مضيفة ان مصر تقوم باعادة الفتح منذ اساميع متبع كل المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية اخبارنا الاقتصادية انتهت في هذه النشرة عودة من جديد للزميلة صحر صبري لاستكمال الاخبار السياسية فاليها شكرا مجدد للأسبوع السابع على التوالي تظاهر عشرات الالاف اليوم في العاصمة البلا الروسية ميرسك احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس روكزاندر لوكاشنكو واعتقلت الشرطة عشرة محتجين على الاقل خلال مسيرة لهم في ساحة المنتصرين خلال توجههم الى المقر الرئيسي شمال غرب العاصمة مرتدين ملابس بلوني المعارضة الاحمر والابيض لقيت امرأة على الاقل مسرعها واصيب خمسة اخرون بينهم اطفال خلال انفجار وقع في مدينة مزار الشنيفة شمالي افغانستان استهدف قافلة تابعة لقوات الامنة وفي ولاية بكتكا افادت تقارير بان لغما ارضيا اصاب ما لا يقل عن عشرين شخصا من بينهم نساء واطفال في انفجار وقع بالقرب من قاعة افراح متواصلنا مع حضراتكم ومعنا بعد قليل اسلاك الكهرباء والمسامير تتحول الى اعمال فنية على يد معمارية مصرية من اسلاك الكهرباء والمسامير وغيرها ابتكرت المعمارية المصرية امل صلاح عمالها الفنية التي لقت اقبالا ملحوظا من الجمهور خلال اقل من عاما في خروج عن المألوفة استخدمت معمارية مصرية قصصات من الوصفات الطبية والادوية واسلاك الكهرباء والمسامير لتحويلها الى اعمال فنية المعمارية امل صلاح تحصل على الالهام من جميع انواع المواد غير الاعتيادية وتستخدمها بطريقة جديدة لتحصل في النهاية على لوحات بثوب جديد تلقى اقبالا ملحوظا من المتريزة استخدمتها المصامير دبابيس الدباسة الادوية نشارات الادوية صواميل اسلاك الكهرباء الكيبورد بتاع الكمبيوتر بلالين يعني اي مسيلر بتاعها في ايدي بحاول استخدمها استخدام غير المعتاد بتاعها امل تمتلك ستوديو انشأته في منزلها في القاهرة حيث بدأت رحلتها بصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتمكنت من جذب جمهور كبير في اقل من عام بدأت اخش شوية في انتيريورز اماكن انه ابقى بعمل انستوليشن او بارسم على الحيطان او في انتيريور مكان بماتيريورز حسب بقى المكان عامل ازاي وصفت امل عملها بانه الى حد كبير تعبير عن نفسها وعن عملائها حيث تجلس امل معهم ويتم التوافق على المادة والشكل ومع مرور الوقت نجحت فكرتها واصبح لديها الان العديد من العملاء وختما نذكر بالعنوين شكري والمنصق الاممي الخاص في لبنان يؤكدان على اهمية الاستمرار في دعم بيروت خلال المرحلة الحالية ومصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي احدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالسعودية واشنطن تعلن بشكل احادي اعادة فرض العقوبات الاممية على طهران وايران تهدد برد حاسمة نهاية النشرة الى اللقاء